في الفقرات الطبية اليوم رح نتحدث مع الدكتور خالد السيد وهو خصائي تجميل الأسنان عن تصميم الابتسامة الرقمي صباح الخير دكتور صباح نور كيف حالك صباح الخير أهلا وسهلا دكتور يعني تصميم الابتسام الرقمي يمكن هو أحدث ما توصل إليه عالم تجميل الأسنان فإذا بدأت تحكينا أكتر عن المقصود في إيش هو واشو التقني هلا تصميم الابتسام الرقمي أو الديجيتال سمايل ديزاين هو أحدث تكنولوجيا في تصميم الابتسامة بالنسبة لموضوع تجميل الأسنان بحيث المريض بيجي علينا منقدر ناخد له صور لوجهه بشكل عام وللأسنان وفيديو وهو يحكي على أساس يشوف النتيجة المتوقعة للعلاج قبل ما نبدأ بحف الأسنان أو في برد الأسنان تمام تمام حلو كتير طب دكتور نحن معنا فيديو توضيحي يعني حضرتك زوتنا في 20 ثانية دعونا نشوفه مع بعض نتعرف شوي أكتر على هذه التقني طيب إذا نقدر نشرح دكتور هون الحالة قبل وهون الإطباق هاي الصور يعني بعض الصور وهون تصميم الابتسام الرقمي هيك الابتسام المتوقع بعدين بلشنا في برد الأسنان بعدين هون إشي اسمه تراي إن أو تجربة القشور قبل ما نعمل الإلصاق النهائي عشان المريض يشوف ابتسامته ويتجربها أوكي طيب بس ما أجبت الحالة بعد نعم الحالة بعد ما أجت طيب بس بدنا يعني نعرف أكتر عن على أي أساس بتم تصميم هاي الابتسامة يعني شو المعايير اللي تأخذ بالوجه عشان عأساس يكون في ابتسامة مثلية مثلا للشخص هلأ كل مريض فيه إلو يعني أبعاد معينة بالنسبة للدقن بالنسبة للعيون بالنسبة للأنف واللسمايلي بروفايلي بشكل عام فإحنا منشوف أبعاد المريض وابتسامته وهو بضحك وهو بابتسم وهو بحكي بشكل عام عشان ننقل يعني علاقة الأسنان مع الفك السفلي فك العلو مع الفك السفلي عشان النطق يعني بنشوف المريض وهو بحكي بعدين ننقل العلاقة هاي للكمبيوتر ومن الكمبيوتر بنحولها لواقع حالو الإجراء بس تجميلي دكتور ولا ممكن يكون يعني ممكن يلبع شخص أو مثلا شخص ما يقدر يعمل هذا الإجراء بسبب مشاكل مثلا طبية في الأسنان هو تجميلي بحث ولا طبي لا هو طبي علاجي وتجميلي بنفس الوقت يعني فبميز هاي التقنية أنه المريض في مرضى بخافه وأنه يعني ليس كل الناس يبقى عليهم الهلوج اسمايل مثلا ففيه ناس بتيجي تعمل القشور الخزافية أو الهلوج اسمايل بيطلع بالنتيجة ما عجبته أو يعني ما برضى عن النتيجة فالبميز التقني هاي أنه المريض بيقدر يشوف الأسنان أو ابتسامته قبل ما نبدأ بالشغل الفعلي نعم وقدي سهل التطبيق يعني مجرد ما هالتقنية عم بتقول أنه هذا هو الشكل المثالي للأسنان قديش بيكون سهل التطبيق من ناحية يعني نحن نعرف قدي موضوع الأسنان من ناحية التفاصيل مهمة جدا يعني حتى زوايا الأسنان بتفرق بشكل الشخص أو بوجه الشخص فقديش هذا الموضوع أنتو بتقدروا أنكم تطبقوه على أرض الواقع هلا إحنا بنشوف طبعا المريض بفرق الأنثى غير عن الذكر بالنسبة لتصميم الإبتسامة يعني بالنسبة للإناث بيكون أنعم شوي الأسنان فيها كيرفز بالنسبة للتصميم بالنسبة للشباب بيكون فيه أجريسيف أكتر تلاقي الأنياب يعني أجريسيف شوي فهذه الأمور كلها بتلعب دور بالنسبة لها حسب طبيعة أو شخصية المريض نعم بس فقالي هو سهل التطبيق دكتور هلا هو مش سهل التطبيق يعني برجع للطبيب نفسه هو الطبيب اللي بيكون عمل الطبيب طبيب الأسنان بعدين ينقل القياسات يعني هو بتشغل أكتر من الطبيب أكتر من المختبر أكتر حلو درجة البياض دكتور قدش بتكون ممكن تحكم درجة البياض وممكن مع العمر أنه ما تكون درجة البياض أو المصاعة خلينا حكي كل الأشخاص زي بعض لا طبعا إحنا هلا طب الأسنان الحديث متوجه له الناتشور السمائل أكتر من الهولويد سمايل لأن الهولويد سمايل كل الناس بتحسسهم صارت فيك يعني بيجي المريض بحكي لك أنا ما بدي ابتسامة اللي هي كتير بيضة لها الناتشور الستايل أو الابتسامة اللي بيكون فيها يعني بيضة بس حلوة ومميزة بنفس الوقت يعني منقدر نتحكم درجة البياض؟ طبعا آآ 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 كل المريض حسب نعم حتى يعني عم نشوف إحنا بالهولويد سمايل حتى شكل الأسنان يعني لما يكون متقن مية بالمية بتحس أنه هذا الموضوع مش طبيعي أبدا فأدي هون برضو عم بيفرق بالابتسامة الرقمية أنه عم بيعطي إلى حد ما الشكل الطبيعي للأسنان زي ما حكينا لأنه هو عم بياخد منه الاعتبار معايير ومقياس الوجه فأساسه عم بيعمل شكل الأسنان بالضبط الآن الهولويد سمايل بتكون تقريبا كل الأسنان على صف واحد على مستوى بعض زي الأسنان وبتكون ناصعة البيض يعني لونها بيكون كتير أبيض ملفت الآن الديجيتال سمايل ديزان أو تصميم الإبتسام الرقمي فيه يعني كل الستايلات الناتشورال ستايل أجريسف ستايل فيميناين ستايل يعني كل مريض حسب شخصيته بنعمله الستايل المناسب إليه على الكمبيوتر فالمريض بيقدر يشوف إبتسامته وبتكون مميز إليه يعني ما بتلاقي فيه كوبي بيست أو كل الناس بتضحك لقيم نفس الأسنان بنسبة للهولويد سمايل لا هي بيكون فيها تفاصيل صغيرة يعني بتميز الإبتسام حلو البروستجر هاد دكتور فيه له عمر افتراضي معين وبعدين ممكن إنه يصير بده يعني يعني إعادة عمال أو يكون بده أي بروستجر تاني لا البروستجر بنفس الوقت يعني هو مش بس بالقشور الخزافية أو الفينيرز بالإنجليش ممكن نعمله بالزرعات ممكن نعمله بالتركيبات التلبيسات اللي هي الكراونز يعني ممكن نعمله كل الأشياء بس يعني حسب طبيعة الحالة والمريض حلو بس مائلها عمر معين يعني عمرها رح يكون نفس عمر القشور الخزافية أوكي يعني هو مائلو علاقة بشو انت رح تعملو ومائلو علاقة في مائلو علاقة بشو المواد اللي رح تستخدموها ممكن تستخدموا فينيرز بزرع بزرع صحيح لكن في يعني اعتبارية لعا يعني مواد من التجميل أفض أكتر من غيرها يعني مثلا زي الفينيرز ممكن يكون هو الخيار الأول بالنسبة للأطباء لهذا النوع من التقنيات الآن الفينيرز كونه إحنا نبرد من الأسنان نص ميلي لواحد ميلي يعني البرد أو حف الأسنان بيكون قليل جداً فهو الخيار الأول لتغيير الابتسامة نعم التقنية هاي آه تمام طبعاً تفرق من حالة لحالة في حالة كانت الحالات مثلاً بدها كراونز بنعمل لها كراونز مع فينيرز يعني سمايل ميك أوفر إشي ما نسميه قشور خزافية مع تلبيسات بنفس الوقت بتطلع بنفس الوقت يعني مناسب لوجه المريض ونفس الديزاين اللي إحنا عملنا نعم حلو حلو كتير موضوع أنه الشخص يشوف ابتسامته قبل ما تنعمل يعني بجوز هاي هي أكبر ميزة لهذه التقنية الضبط يعني على الأغلب لما واحد يعمل الشكل معين أو التجميل معين وما يعجبه بعد ما يخلص بجوز هاي مشكلة كتير كبيرة كانت هلأ زمان كان ييجي المريض نشتغله ونبلغ الشغل مباشر المريض ما بيقدر يشوف شو النتيجة المتوقعة بعدين نبعتها للمختبر ولمختبر برجلنا الأسنان ممكن المريض ينصدم لأنه هاي بتعمل تغيير بشكله لابتسامة بتعمل تغيير بشكل المريض ففي ناس ما عندها قابلية للتغيير بشكل مفاجئ زي هيك وفي ناس بتتقبل للأمور غير شخصيتم هو بعد شوية بصير يعني تصرف طريقة مختلفة صحيح أو بتحق طريقة مختلفة فهي بتفرق من مريض فالميزة هون أنه المريض أنا عارف أنا بعطي قياسات محددة للمختبر وبورجل المريض كيف النتيجة المتوقعة قبل ما نبدأ بالشغل فالمريض في عنده يعني متوقع كيف النتيجة راح تكون وعنده قابلية في حالة المريض طبعا في اشي اسمه test drive أو mock-up نعمل للمريض تجربة اللي هي كانت بالفيديو فينيرز try-in هلا المريض بشوف الأسنان بحكي فيهم ممكن يشوف صحابه فيهم يعني يوخد رأي الناس بشكل عام بعدين يحكي لي بدي أطول السن هاد بدي أعرض هاد أزغر هاد طبعا هو إحنا بنشتغل على standard بالنسبة لنسبة جمالية للأسنان يعني كل القياسات بتكون مدروسة بحيث أن تطلع أحسن ابتسامة أو أجمل ابتسامة للمريض تمام تمام يعني بالنهاية إحنا ممكن هلأ نشوف يعني التطور هلأ اللي عم بصير بطب تجميل الأسنان فعليا يعني صار موضوع الأسنان كلها كل الناس أسنان هم عم بتكون متشابهة وهذا شيء مش منطقي لأنه كل واحد تختلف معايير وجه عن شخص آخر فوجود هاي تقنيات أكيد رح تساعد يعني بأنه كل شخص يختلف عن الآخر بالابتسامة وبشكل الوجه بالنهاية دكتور خالد نشكرك يعني جزيل الشكر المعلومات كثير حلوة نتمنى هيك كمان كل الناس تكون ابتسماتهم منورة دائما بمجهودكم شكرا 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 دكتور أهلا اشتركوا في القناة